السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد. هنشوف مع بعض ازاي هنعمل. آآ هنكمل طبعا على البرج اللي كان معنا. الفيديو اللي فات. دخلنا الاعمدة. ودخلنا بالقطاعات آآ فريضها المعماري. تمام? وهنبتد انشايت عليها. زي ما قلت لك نبني البرج بتاعنا بسرعة جدا. دور ولما آآ تدوس شوية ممكن تتعرف اللي هي الجراشات لوحدها لو انت عايز تعمل كده. لو انت عايز بقى سريع هو دور واحد ويتعمل وتزود دور هتطلع عن كايك قريبة جدا من الصح. تمام? هبتدي اعمل تمام? هزهر اللي بعد كده ابتدي أصدر الكلام ده للاكسل. تمام? انا بس محتاج الفورتس. فانا ممكن الغى اي حاجة تانية وطلع الفلسس طبعا اللي قدامنا دي اللي هي الموديل تمام؟ بنشوف لو في عندنا طورشن ولا لأ في أول تلاتة مودز تمام؟ وبتأكد أن السم يو اكس والسم يو واي والسم أيها السم يو اكس والسم يو واي هما الاتنين معديين تمام؟ تسعين في المية من الكتلة بتتحرك دي اول حاجة بتعملها تمام؟ تمام؟ اهو دي النمبر في مودز دي اللي هي الحاجة تلاتة في عدد الأدوار اتدخلها تلاتة في عدد الأدوار تمام؟ احنا لو عندنا مثلا الارض وخمسة بوديوم وثلاثة وثلاثين تمام؟ احنا دلوقتي معانا تسعة وثلاثين دون يبقى تدرب تلاتة في تسعة وثلاثين اهو ارضي وخمسة بوديوم وثلاثة وثلاثين واخد ذلك فهيديك اللي هو تسعة وثلاثين هندرب تسعة وثلاثين دي في تلاتة بعد كده ندخل الرقم ده في النامبر اف مودز تمام؟ هنجيبه الآن الحسبة كده زي ما انت شايفها اللي هي المية وسبعتاشر دخلت المية وسبعتاشر في الماكسيمم نمبر اف مودز تمام؟ عشان ما داودش معي اعادة المودات بدون داعي ولمينين المنبر اف مودز ممكن تدخلها اي حاجة ما فيش مشكلة تمام وتتأكد ان ان هي معدية تسعين في المية لا مفروض اول اتشك معنا بعد كده هطلع هطلع وفي طبعا واعمل عشان اشيل اي حاجة تاني ما لهاش لازمة وبعد كده ابتدي اعمل بتاعي او طبعا هفتح اللي تحت ممكن تيجي ترجع هنا وتختار بس ليه اللي لساتك والديناميك بس عشان ما يطلع لكش او ما يصدرش حالات ملهاش لازمة زي ما قلنا تمام؟ بتضغط على كنترول وتختار الحاجات الحالات اللي انت عايزها وتختار في اي مكان فاضي هتلاقي اعمل لك فلتر او تعمل اه التابة اللي هي كانت تظهرها للي وبعد كده تعمل فايل تو اكسل تصدر بقى الحاجات للكسل هتلاقيه مفتوح تحت تروح عليه واول خطوة طبعا هنعمل اهو اه زبط لك الدنيا لساتك والديناميك بس الدنيا ريئة ما نصدرش اي حاجة تانية نبتدي نعمل في الاكس وفي اتجاه الوال بن�� سم الق mile Dh accepting 뉴�истاة ك في اتجاه اكس على الديناميك في اتجاه اكس والفاكتور المفروض ان هو يطلع أكتر من واحد المفروض ان هو يطلع أكتر من واحد عشان يزود النôle In المعظم الحالات الديناميك بيكون أقل من 《irstatic》 فالفاكتور دايما بص هتلاقيه دايما اكبر من واحد. تلقعوه بالالوان عشان ايه ما تلقبطش. بعد ما زبطنا اللي احنا هنروح نضطها في اللوت كيسيز. هندخل الفاكتورز دي على برنامج الاي تابس. تمام? نفتح الاي تابس بتاعنا تاني. ونحط الخنتين جمع بعض بالويندوز. زي ما تعلمنا قبل كده. عشان تبقى انت شايف التابتين اللي ايه. تمام? والافل اصلا هنا هتلاقيه مقفول. متفتحش الافل. عشان ما تعوش تاخد وقت طويل جدا في الحل. وتضطر ترجع تاني. من غير ما تفتح الافل اساسا هتدخل الفاكتور هنا. تمام? الفاكتور اللي هو في اتجاه الايكس. اهو واحد علامة اربعة. اربعة. ممكن تعمله كنترول سي. كنترول في. على طول. في ناب تدرب فيه. مش مش بتعمل بتدرب في الفاكتور اللي هو المنموم اللي احنا كنا ندخلينه قبل كده اللي هو الجيف اي على ار. تمام? هتدوس اوكي. الحالات بتاع الاكس اللي هي باللون الاصفر. تمام? كنترول سي. ما كنترول هناك فيه. تعمل حرف النجمة دي. بعد كده. كنترول فيه. تدوس في اي مكان فاضي. خلاص. تمام. واي اللي هو باللون اللابني ده. تاخد الفاكتور. كنترول سي. تدرب المينموم اسكي الفاكتور. تمام? وتدوس اوكي. نفس الكلام في اخر حاجة. تعمل كنترول سي. طبعا بقيمة موجبة. مش هتدخل هنا القيمة سريبة في اللوت كيسز. تمام? علامة الستار ودخل الفاكتور. كده انت رفعت القيمة القيمة القليلة القيمة ترفع القيمة الديناميك القليلة للقيمة الاستاتيك اللي هي مفروض اعلى منها. تمام? هنا بيقول لك فيه هتتغير. تقول له ماشي وتعمل رن هيحل لك بس الحتة بتاعة اللوت كيسز اللي انت غيرتها بس. مش هيحل بقى من اول ونديد. كل حاجة معمول لها رن. معمول لها رن. الحتة دي بس هي اللي اختلفت. فيبتدي يعمل لها رن فيها بس. تمام? منشوف مع بعض هيحل في قد دقيقة هتلاقيه خد مدة قولية جدا. غير مثلا احنا شوفنا في الفيديو اللي فات خد رن لكل حالات في حواري خمسة واربعين دقيقة. تمام? هيحل معك بسرعة جدا عموما يعني. طيب. اه هنا عملنا رن. لقينا ان بعض الاعمدة تلقيت انصيف بعد ما عملنا سكيلينج. طبعا احنا نصمم بقى زلازل. تمام? فانا حد الوقتي عايزة دي للمعماري قطعات منطقية زي ما اتفقنا. كل الحاجات دي تعملت بسرعة. تمام? يعني ممكن في ومين بتتقدر تطلع الكطعات بالزلازل بالرياح بكل اه بكل الحاجات بتاعتك تكون منطقية جدا. ومديها للمعماري كنت متضمن. لو زادت بعد كده هتستحك بسيطة جدا. انت خلاص مصمم على زلازل والرياح دي لبت. ممكن انت بتعمل تشيك الدريفت بعدين. العاجات اللي هي بيدي اللي تشيكات تعملها بعدين. بس انت خلاص مصمم الاعمدة على الرياح والزلازل. تمام? لو عجبتك الطريقة دي ممكن نشتغل بيها. بس الموديل ده فعلا انا عملته بسرعة جدا. عشان بس ادي للمعماري بضعات منطقية. تمام? وطبعا اه وتعمل معرف وكلها انها اعمدة. عشان ما اواخد معي في الاعتبار البكلي. هتلاقي بعض العمدة الانصيف زي ما انت شايف كده. هبتدي اعمل على كل الاعمدة. ادخلها في جروب. اعمل اصين. اصين جروب. وادخل كل الاعمدة الانصيف دي. معايا. اه في الجروب ده. وابتدي اخفي باية الاعمدة. وازهرها بس. وابتدي اصيفها. تمام? اطلع ورقة عندي كده. العمود مثلا الاربعين في مية. تمام? اه تلع انصيف. اخلي مثلا خمسة واربعين في مية. مثلا يعني. الاربعين في اثنين متر. اخلي مثلا خمسة واربعين في اثنين متر تلاتين. وهكذا الحد ما سايف كل الاعمدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.